السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن تجاوز منطق التغالب بين المرأة والرجل ونعمل سويا كيف نحقق الحياة الطيبة كلكم يتابع الأفكار التي تروج في الحياة العامة خصوصا ما يتعلق بالثقافة الحقوقية بين الرجل والمرأة وصرنا نغلب منطق الصراع وأحيانا الخلاف والتضابع بين المرأة والرجل نسمع الكثير من الجمعيات المكلفة بالدفاع عن حقوق المرأة تتحدث عن هذا العنف الممارس على النساء عنف نفسي وعنف جسدي وعنف جنسي بل ومنهم من يتحدث عن العنف الإلكتروني الذي ساريا مفعول في الفترة الأخيرة والذي يكون ضحايا في الغالب النساء وخصوصا الفتيات التي يتعرضن للتهديد والابتزاز بالمقابل سرنا نسمع جمعيات أخرى تطالب أيضا بحقوق الرجال دعوات يطلقها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تأسيس جمعيات لمناهضة العنف ضد الرجل وكأن هؤلاء الرجال أيضا يتعرضون لأشكال وألوان من العنف المرأة المتسلطة المرأة الحادة في لسانها وقد تكون المرأة المشعودة وغيرها من أنواع العنف الذي يتعرض له الرجل وسرنا نلاحظ بأن طريقة معالجة العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة صراع وعلاقة تغالب وهذا منطق يبدو بأنه غير سليم إذا رجعنا إلى المنطق القرآني المنطق الرباني إنه يتحدث عن العلاقة التي هي تقوم على أساس المحبة والتعاون والتماس الأعضار للطرف الآخر ربنا سبحانه وتعالى يعتبر المرأة هي العمود الفقاري للمجتمع وأيضا الرجل هو أيضا عمود فقاري للمجتمع وينبغي أن نحمي الجميع من العنف ومن الصراع الغاية هي أن نساهم في تكوين أسرة متماسكة بكل أفرادها أسرة تقوم على أساس المحبة والمودة يعيش فيها الأطفال ويشعرون بالتوازن والإنسجام ويتم خلالها إعداد الشباب لكي يتحملوا المشعل مستقبلا فالغاية هي الضهوض بأوضاع الأسرة وأوضاع المجتمع لهذا نطالب في الضرفية الراهدة أن نتجاوز منطق التغالب والصراع بين المرأة والرجل شكل لخص يحكم واش المرأة ولا الرجل اللخص يحكم هو الشريعة الرحمن هو الأحكام التي أقرها ربنا عز وجل في كتابه العزيز وهو القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فلابد أن تكون العلاقة مبنية على المودة المودة هي المحبة وهي الشعور بالإنجدام للآخر لكن حتى ولو فقدنا هذه المودة تبقى الرحمة الرحمة هي أن الإنسان لا يؤذي الآخر ولا يشتبه ولا يسبه ولا ينلم به بل يتعامل معه برحمة حتى ولو وجده فيه نقصان أو فيه أذية يقول داك مبلغه من العلم ويلتمس له الأعذار إذا تسألنا وإياكم ما الذي يجعل الحياة هي صراع وخلاف مستمر لو نظرنا إلى الحياة الزوجية مثلا غد القوا بأن هناك نسلهم بخصمين وكمشوا المحاكم أو يلجأون إلى الجمعيات المتعلقة بحقوق المرأة والدفاع عن المرأة المظلومة كالقوا في الغالب هناك عدم توافق نفسي بين الرجل والمرأة أن كل واحد عنده مظلومة نفسية مستقلة عن الآخر ولا تستطيع أن تندمج مع الآخر كالقوا كذلك إما ضعف شخصية الزوج وإما سيطرة شخصية المرأة كالقوا نفسية لهم ربما غير منسجمة إما أن الرجل المفروض لكلمة الرجل كيكون ضعف شخصية وإما المرأة لخصة تكون متواعة وميسرة كتكون مسيطرة لسانها حاد وشخصيتها دهرية أو قد يكون ربما كلاهما متقف وكل واحد فيما عنده شخصية مستقلة متوازنة لكن فيما حصفة وهو الاعتراض المستمر كاللي عنده الاعتراض إما الرجل كيقول ما كينش ما عندوش ما مخلصش ما كين الفلوس ما كينك دائما ما تخرجيش ما تمشيش عن داركم وإما المرأة حينما يطالبوها زوجها بأمر ما كتقول له لح ما كينش اعتراض مستمر هذا الاعتراض يولد التنافر والصراع من المرأة والرجل وهذا لا بد نخصو من يكون تفاهوم وتنازل وحرص على اسعاد الاخر أحيان أخرى كي يقدر تكون الخلافات اليومية المستمرة على أبسط الأشياء أبسط شيء قد يولد صراعا وعدوانا على أبسط الأشياء المشكلة ليس في الشيء ذاته وإنما في النفسية المكهربة وكثير من الأحيان تلقوا المساهمة للتدخل المحيطين بهؤلاء الناس إما المرأة عندها عائلة محيطة بها ربما لا تنصحها وإما أن الرجل عنده عائلة محيطة به ربما تزيده عنفا وتزيده تحريضا فالمحيطين بالأفراد للعائلة قد يكون ممن يساهم في الصراع بين الأطراف داخل الأسرة كالمفروض أن المحيطين للعائلة سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة يكون عندهم تدخل إيجابي للإصلاح هل يمكن أن نجعل الحياة طيبة وواقع يتحقق فيه الاستقرار أم أن هذا مجرد حلم مستحيل في الثقافة الحقوقية قد يبقى الصراع دائم إلى قيام الساعة لكن في المنطق القرآني ربنا عز وجل يؤكد بأن المودة والرحمة يمكن أن نحققها بين الأزواج وأحسن طريقة لتحقيق هذه المودة والرحمة تبتدئ أولا بالكلمة الطيبة أن كل واحد من طرف الأطراف يحرص على أنه لا يخرج من فمه إلا الكلمات الطيبة لأن الكلمة الطيبة هي المفتاح الذهبي للحياة الزوجية ثم أن كل واحد من الأطراف يحرص على إشباع حاجات الطرف الآخر فمثلا ربما قد تكون الزوجة تحتاج إلى جلسات صفاء وصبر أو تحب بعض الهدايا أو ربما تكتفي فقط ببعض الكلمات الطيبة الشعرية ربما أو نظرات حانية يكفيها فلابد لكل الطرف من الآخر ينتبه ما هي النقائص النفسية التي يحتاج إليها فيعمل على إشباعها ولابد أن كل واحد من الأطراف الآخر أنه ينتهي عن المقارنة مع الآخرين كأن يكون الزوج يقارن بين زوجته والأخريات انظر إلى زوجة فلان كيف هي مهذبة وكيف بد أصول وكيف تعتني بشكلها وبأسرتها يقارن أو العكس المرأة تقارن تقول شوف سينك شوف مولاك البس دياله كدير والبغفان اللي عنده وكيفش كيت تعمل مع الزوجة دياله بكامل الأريحية وكسيم عنده المال كينفق وعيش واحد مستوى رفيع ومتخلق كي يبقى المقارنة مقارنة الزوج مع الأخريات أو مقارنة الزوجة مع الآخرين هذا كله يؤدي إلى نوع من الصراع لابد من من هذه الأمور تزول كل واحد وعنده البركة دياله لأن كل واحد عنده واحد صفة حسنة رابد خلفها صفة سيئة ربنا ستراها عن الأعيون وكل واحد عنده صفة سيئة رابد من أمامها صفة طيبة ربما لم ينتبه إليها الآخر كل واحد عنده خيره وعنده شره هكذا خلق الله ثم لابد أن كل واحد من الأطراف يعلم بأنه ذاك فروقا فرضية وتكوينية فيما بيننا كل واحد عنده الشخصية مستقلة حسب نضجه وطريقة تفكيره هذا هو عطاء الله الصورة صورة الله وحتى السلوك ومنطق التفكير هو من رزق الله كل يعطى الله تعالى واحد النفس طيبة وعطى الله الكرم وعطى الله الصبر وعطى الكلام الحلو هذا رزق من عند الله وكني مسكين محروم بغى يغلق المزويدة ملقاهاش وبغى يخلي صدره مدفتح مقدرش صدره مدغلق نفسه ضيقة نفسه حارة وحتى المستوى التقافي والضرج المعرفي كله عنده معرفة متسعة وكله على قد الحل كل هذا نعتبره رزق من عند الله كله طال الله استعليه في الرزق وكله قد ترى عليه في الرزق فعليك ان تنظر الى الاخر انه من عطاء الله ما تحاول تكلف ما لا يطيق ثم على كل زوج وزوجه الاطراف ما بينهم انه يغبر عينيه عن العجوب والقصور الذي يطبع احد الشخصيتين لان هذا العيوب ولا بعض النقصات او القصور في بعض الاشياء قد يتغير كل شي ممكن يتغير وكل شي ممكن ينصالح اي عيب في الرجل ممكن يتغير غدا او بعده ويصير ايسان مبارك وايسان صالح والاكس صحيح ايضا المرأة الى فاوهن العيب ممكن تصلح نفسي البشرية سهل جدا انها تنصالح ونبغى اربيع الزوجين ربينا عشية وضحاها كل شي تصوب وكل شي تقد غير الناس يزربوا وكيمشوا مباشرة الطلاق والصراع والخصام واحسن طريقة كما ذكرنا الحرص على الكلمة الطيبة اشباع حاجات الاخر تهادو فان الهدية تجعل القلوب ميسرة للتسامح ونبدأ صفحة جديدة وعلينا ان نتعلم كيفية الانصاط والتفاعل والتجاوب بطريقة مريحة ومريضة لابد بين الاطراف جلسة للانصاط ودل الاستماع بين الفين والاخرى ربما وقته مائد الطعام مع الافطار او مع العصر يكون شرب قهوة او في المساء اثناء السمر يكون هناك لحظة انصاط وتفاعل وتلتمس للاخر الاعذار لكن كتبقى دائما المرأة هي عنصر خلقه الله عز وجل فيه نوع من اليسر وتحتاج الى اذا كان هناك تمييز ايجابي فالكل صالح المرأة لان المرأة ربي عز وجل خلق فيها مجموعة من الصفات الناذرة لاش لانها تكون ام وهي تتعرض للحمل وتتعرض للوحم وتتعرض للمخاض وتتعرض للارضاع وتتعرض للتربية كل هذه الامور وعندها الدورة الشهرية كلها مؤثرات كتخلي لك تتمييز بين المرأة والرجل فليكن لصالح المرأة تمييز ايجابي لان ربي عز وجل خلق النساء هكذا ولهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان دائما اذا اوصى بمدى يصي كي يقول للرجال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إلكت الخيرية بين الرجال في الأعمال الصالحة قد يكون ربما يظل الناس الخير دين الرجال هو أكثرهم صلاحا أكثرهم صلاة أحفظهم للقرآن العظيم أكثرهم حجا وعبرة أوسعهم صدقا وإحسانا أي نعم كل هذا جميل لكن أعظم صفة تمييز الرجال فيما بينهم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني يتعامل بلطف وعدم فضاضة ولا غلضة وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله أكمل المؤمنين إيمانا مش نعرف المؤشر دين العقيدة ودين التدين عند الرجال مشي طول اللحية ولا بالقميص ولا بالعمامة ولا بالسبحة ولا بصوت ندي يتغنى بالقرآن كل هذه أشياء من السنة طيبة مباركة نحافظ عليها لكن مؤشر الصلاح والفلح عند المؤمنين كما وصف سيد الخلق معلم البشرية سيد محمد صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله يتعامل مع الأهل دين باللطف يتعامل معهم بالتي أحسن أحسن لقد ربنا قال وعاشرهن بالمعروف دائما المعاشرة الطيبة لا يفرط مؤمن مؤمنة إن سخط من خلقا رضي منها آخر المرأة أيضا عندها واحد الجانب من المسؤولية لأن المرأة هي عند المفتاح دل الرجل بإمكانها أن تجعل الرجل أطيب خلق الله وأسعد خلق الله وبإمكانها أن تنكد عليه وتجعله دوما ساخطا على الوضع وكارها للحياة المرأة عندها المفتاح هكذا أربنا وزع الوظائف وخلق الأشياء الرجل قلب كبير ممكن يعطي الكثير ولكن المفتاح وش المرأة قدرت تحل لبوات نواق دياله كيقولوا بأن المرأة هي عبارة عن عن غيتار هي عن كمان الرجل الدكي يستطيع أن يعزف على أوتارها وكيخرج منها الكلام الطيب والسلوك الحسن إذا كان عازفا ماهرا لأنها بحل غيتار بحل كمان كيلي كتطيها كمان لا يحسن العزف يعطيك موسيقى ذا فيها ضوضاء وضجيج وكل فنان ربما يخرج لك أعدم الألحان فالرجل هو ملحن على غيتار زوجته ألم المرأة فعندها المفتاح المفتاح ديالاب وطنواق دياله ممكن تخليه هو أسعد الرجال وأقوى الرجال وممكن تخليه أتعسهم لهذا كيقولوا في المثل الداريجي الرابح من المرأة والخاسر من المرأة واللي ما عنده مرأة ما رابح ما خاسر إذا اشتشوا واحد نجح في الحياة ديالو وغدي بالتفاؤل وغدي بأريحية اعلم بأن خلفه امرأة هي تصنع له السعادة وإذا رأيت آخر ربما حاله منكسر وكئيب ودائما سجائر وقهوة سوداء وقلق ربما تدخين وخمر اعلم بأن خلفه امرأة تسببت له في التعاسى المرأة التي تساجن في اسعاد زوجها وأولادها وأسرتها هذه رب عز وجل ضامن لها الجنة ضامن لها الجنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أي مرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة إلى خلقتها الرضا مش السعادة لا السعادة مطلب عظيم وبعيد تخلق لي غير الرضا أرى عمر ما يستعمل العنف وعمر ما يستعمل الشتم وعمر ما يفكر في الطلاق فالمرأة بيدها هذا الأمر والنموذج هو زوجة النبي المصطفى سيدنا محمد خديجة من تخويل التي وصفها النبي الكريم وقال هي أفضل نساء الجنة لأن كذلك نساء الجنة غد يكونوا الدنيا دايزة باش مقصب الله وكلها نتلقاوا في الدار الأخرة وغيتلقاوا النساء الرجال والنساء مراتب هي النساء اللي في الدرجة العليا في الدرجة الوسطى في الدرجة الدنيا أفضل نساء الجنة مجموعة النساء من بينهن خديجة بنت خويلد علاش لأنها كانت كتخرج من الفم ديالها كلام عسل وكانت دائما تنظر إلى زوجها نظرة إيجابية وتزرع في قلبه التفاؤل يكفي مثلا أنه حينما أنزل الوحي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان يرتعش ويقول دثروني دثروني لم تقل له لماذا ذهبت إلى ذلك الجبل إلى ذلك الخلاء لماذا تعرضت إلى هذه المعادات بلاكس هي لا تلوم ولا تعاتب المرأة الصالحة وإنما دوما تمنح زوجها قد قل لي كلام قوي فيه رحمة وفيه بركة وفيه طيبوبة تجعله دائما يبقى متفائل ماذا قالت له وهو يشتكي يقول دثروني دثروني قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصن الرحم وتحمل الكل وتكس المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر ملك السيد النبي في وضعي صعب محتاج إلى من يسانده سمع هذه الكلمات النقية الصفية تخرج من فم زوجتي خديجة أعطته قوة قسمته بالله والله لن يخزيك الله أبدا أنت راجل معقول عمال ربي ما يتخلى عليك لأنك تصن الرحم ذكرته بأن في صفة حسنة أنك يمشي عن العائلة دياله يمشي عن أحبابه يمشي عن أقارب دياله المرأة اللي هي غير صالحة كتمنع الرجل من الذهاب إلى أهله وأحبابه وأقاربه ولا عرفت بأنه مشا عندهم أو السعر لهم كتنكد عليه إنك لتصن الرحم وتحمل الكل الكل كل كل واحد متعب شي واحد تغلب تغلب عنده الكراو وعنده المسؤوليات وابدك يبكي كتنمشي لعنده تضق عليه توقف معاها تاخد بيديه هذه المرأة الصالحة رجلة غيب عليها غيب عليها عارفا بأنه مشا عند المصلحة الناس كي ساعد هدا وساعد هدا تحمل الكل أما المرأة اللي هي غير صالحة كتقل انت دائما خارج انت دائما دخل في الوقت خرج في الوقت مشا عندك الأيام للشباب والتسيب كيبقى دائما محاصر إنك لتصن الرحم وتحمل الكل وتكسل المعدوم كيشي واحد عنده عريان وميز بالبرد حالة الأيام اللي عندنا البرد القارس كان السيد للنبي يبحث عن الملابس ويعطيها للفقراء الذين يشعرون بالبرد القارس وتكسو المعدوم وتقري الضيف إذا جاء عندك واحد ضيف كتتها الله فيه كتفرح به وكتبتسم ليه وتتحليه الباب وتقداه ودير للطعام وتعط المائدة بالصفات النبي المصطفى المرأة الغي الصالحة إلى راجلها جعله الضيف كتنكن كتسد عليها الباب مع من شاورتي وتعين على نوائب الظهر من صفات النبي الكريم في هذه الصفة أنه كان إلى شي واحد تقهر وتغلب كيقدم لي يد المساعدة فهذه نموذج للزوجة الصالحة تملك مفتاح قلب زوجها كتذكر دائماً بالصفات الحسنة وبالصفات الحميدة التي يمتاز بها هذا المدح هذا والتناء من المرأة لزوجها يزيده قوة ويزيده صلابة ويزيده كرم وجود وأول من يستفيد من هذا الخير طبعاً هي زوجته وأهله لأنه يفيد عليهم من هذا الخير أما إذا كان هناك نكد في نكد فطبعاً غني الرجل يخرج إلى الشارع ويمحث عن اللذة والمتعة في مكان آخر وقد يقع في الحرام وقد يقع في المكروه وقد يقع فيما لا تحدث عقبه فهذه دعوة للأحب الكرام العلاقة بين المرأة والرجل وخصوصاً بين الزوج والزوجة كفاناً أن نتحدث عن العنف ضد النساء والرجال نتحدث عن منطق منطق المحبة والمودة كفاناً منطق التغالب منطق الصراع من المرأة والرجل من المنطق اللي يكون منطق التعاون والتأذر والتماس العذر للآخر حتى تكون الحياة طيبة مباركة ودائماً النموذج الذي نعتز به نساء النبي المصطفى وعلى وجه الخصوص أمنا خديجة رضي الله عنها أسأل الله تعالى جميع نسائنا ومناتنا وأمهاتنا يكونوا على أخلاق أمنا خديجة رضي الله عنها وأن يكون يوم القيامة جيرانها في قصور تجري من تحتها الأظهار قلوا معنا جميعاً أمين أميد أميد يا ربي كريم